بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب ومنات الطالبات في الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتروا آيات ونتعلم تلاوة آيات ونكسب الحسنات بتلاوة آيات من سورة المؤمنون من الآية الثانية والستين إلى الآية الثمانين إن شاء الله تعالى أهداف الدرس أولا أن يطلب الطالب والطالبة الأجرى من الله تعالى بتلاوة الآيات لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر إمثالها إلى أضعاف كثيرة لذلك نحن ننوي بهذه التلاوة الأجرى من الله تعالى ونتعلم تلاوة القرآن الكريم أيضا من الأهداف أن يتلوى الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء ولكي نتلوى تلاوة صحيحة لابد أولا من التأني والتمهل أثناء تلاوة أيضا التركيز على الكلمات والحركات يعني لا أقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه أبدأ الكلمة من أولها بتأني وتمهل كل حرف أقرأه بحركته التي عليه بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى نتلوى تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء أيضا أن يطبق الطالب والطالبة أحكام التجويد التي أخذناها في دروس التجويد وكذلك أن يطلوى الطالب والطالبة الآيات بتدبر وخشوع ليفهموا كلام الله ويعملوا به إذن على بركة الله سنبدأ أولا سأقرأ لكم الآيات وأنتم تستمعون وتنظرون إليها وتركزون على الحركات ثم أبيل لكم بعض الكلمات وكيفية قراءة هذه الكلمات وأيضا نستخرج بعض الحكام التجويدية التي أخذناها في دروس التجويد ثم بعد ذلك أنتم تقرؤون الآيات أتلو الآيات أنا وإياكم لتتلونا الآيات إن شاء الله تعالى تلاوة صحيحة دون خطأ على بركة الله نبدأ درسنا استمعوا بارك الله فيكم وانظروا إلى هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَ فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ آيات سهلة وإسلام لاحظوا مع كلمة وَلَا نُكَلِّفُوا وَلَا نُكَلِّفُوا لاحظوا الشدة على حرف اللام أيضا كلمة إِلَّا وُسْعَهَا لاحظوا الضم على حرف الواو نأتي بالضمة على حرف الواو إِلَّا وُسْعَهَا وُو إِلَّا وُسْعَهَا إِلَّا وُسْعَهَا كلمة يسيرة كتاب بتنوين الضم وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُوا أيضا هذا التنوين يدغم في حرف الياء لأن الياء من حروف ينمو حروف الإدغام بغلة كتاب ينطق بالحق كذلك الألف الصغيرة هذه تعرفون أننا نأتي بها ألف مد كتاب ينطق طيب كلمة قلوبهم لاحظوا الباء عليها ضمنه بَلْ قُلُوبُهُمْ في غَمْرَةٍ كلمة سهلة غَمْرَةٍ مِّنْ تنوين بعده حرف الميم والميم من حرف ينمو إذن الحكم هنا إدغام غَمْرَةٍ مِّنْ أيضا كلمة وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ لاحظوا الألف الصغيرة وعندنا التنوين ضمن أيضا إدغام في حرف الميم الذي بعده أعمال من دون ذلك أيضا عندنا كلمة نقرة من أولها مُتْرَةٍ 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 التأني التمهل النظر التركيز على الحركات مُتْرَةٍ 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 بالعذاب لاحظوا معنا هنا ميم ساكنة بعد حرف الباء حكمها ما هو الإخفاء مُتْرَةٍ 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 بالعذاب بينما هذه الميم ميم ساكنة بعد حرف الياء حكمها أحسنتم الإظهار إذا هم يجأرون أيضا لاحظوا الكلمة كلمة يجأرون لا تجأروا كلمة جديدة لكنها سهلة إذا نظرنا إليها ونظرنا إلى الحركات يجأرون يجأرون لا تجأروا كلمات سهلة أيضا كلمة لا تنصرون لاحظوا التعاليها ضمه وصاد فتحه لا تنصرون أيضا كلمة أعقابكم أعقابكم تنكصون كلمة سهلة يسيرة الآن سنقرأ الآيات أولا نقرأ الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآن يقرأوا الاستعادة أحسنتم الآن تقرأوا معي الآيات ركزوا وانظروا وقرأوا بتعلم وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَالِكَ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَالِكَ وَلَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَ فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمِ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ بارك الله بكم أن نتقل إلى الآية التالية أيضاً استمعوا وانظروا إلى هذه الكلمات أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ أَمَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ آيات سهلة يسيرة انظروا إلى هذه الكلمة كلمة يدبروا لاحظوا الشدة على حرف الدال وحرف الباء أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا يَدَّبَّرُوا الْقَوْلُ ولاحظوا معنى هذه الألف التي لا تنطق ألف عليه هذه الدائرة إذا وجدنا هذه الدائرة الصغيرة على حرف الألف فيعني عدم النطق بحرف الألف أيضا الكلمة آباءهم الهمزة المفتوحة آباءهم الأولين لاحظوا الهمزة المفتوحة أيضا الكلمة رسولهم اللام المفتوحة أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ طيب الميم هذه ما حكمها إظهار أو إضغام أو إخفاء والميم التي بعدها أحسنتم هذه حكمها الإظهار أولا لأن عليها علامة السكون إذا وجدنا علامة السكون على الميم الساكنة فحكمها الإظهار مباشرة أما إذا لم نجد علامة السكون فهي إما حكمها الإضغام إذا كان بعدها ميم أو الإخفاء إذا كان بعدها حرف الباء وهنا حكمها ماذا؟ الإخفاء بل جاءهم بالحق بينما إذا وجدنا علامة السكون على حرف الميم فحكمها الإظهار نكمل لاحظوا معي واو الصلة هذه الواو نقرأها لأنها صلة للهاء التي قبلها فهم له منكرون لاحظوا مثلها به جنة به جنة لاحظوا أتينا بهذه اللياء قرأناها طيب لاحظوا عندنا هذه الكلمة جنة الجيم تحتها كسرة والنون مشددة تغن النون بمقدار حركتين مثل الميم المشددة جنة طيب كلمة وأكثرهم الراء عليها ضمة وأكثرهم وأكثرهم ننتبه أيضا كلمة أهواءهم وقبل كلمة الحق نركز على الحركات ولو اتبع الحق أهواءهم الحق أهواءهم الفتحة في الهمزة والقاف المضمومة نركز على هذه الكلمات إذن على بركة الله سوف نقرأ هذه الآية السهلة اليسيرة مع التركيز إلى على الحركات نبدأ على بركة الله يقرأوا معي أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ لاحظوا الميم هذه وهذه الميم هذه الميم حكمها الإضغام وهذه الميم حكمها الإخفاء وهذه الميم حكمها الإظهار إذن أهواءهم لفسدت ميم مظهرة بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ إِخْفَاءَ الميم فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ إضغام الميم في الميم التي بعدها هذه الثلاثة أحكام للميم الساكنة نكمل الآيات أيضا هذه الميم الآيات سوف أقرأها لكم وأنتم تستمعون لها وتنظرون ثم نبين الكلمات التي فيها بعد قليل ركزوا واستمعوا وانظروا أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُوا رَبِّكَ خَيْرِ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ بابا ذا عذابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الآيات سهلة ويسيرة أول كلمة أم تسألهم اللام المضمومة أم تسألهم تسألهم لاحظوا الحركات أم تسألهم كلمات سهلة جداً أيضاً كلمة وهو خير الراء المضمومة وهو خير الرازقين النون المشددة نأتي بالغنى فيها وَإِنَّكَ الكلمات الكلمة التالية رَحِمْنَاهُمْ لاحظوا الحاء تحتها كسرة وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ رَحِمْنَاهُمْ والألف التي بعد النون نأتي بها رَحِمْنَاهُمْ طيب كلمة لَلَجُّوا لَلَجُّوا الجيم هنا عليها شدة لَلَجُّوا مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا إذن الكلمات سهلة ويسيرة فقط نريد منكم انتباه فَمَا سْتَكَانُوا فَمَا سْتَكَانُوا لاحظوا هذه همزة وصل لا تنطق في حال الوصل فَمَا سْتَكَانُوا إذن الآيات والكلمات سهلة هناك كلمات مُبَلِّسُون مُبَلِّسُون على بركة الله سنقرأ الآيات أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون بارك الله فيكم الآيات التالية والأخيرة في درسنا استمعوا لها وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون نسأل الله تعالى أن يرزقنا العقل والتدبر والفهم لكلام الله عز وجل لاحظوا مع هذه الكلمة أن شاء لكم نبين كل كلمة لوحدها كلمة والأبصار الألف هذه نأتي بها التي بعد حرف الصاد أيضا كلمة ذرأكم ذرأكم وهو الذي ذرأكم كلمة جديدة لكنها سهلة أيضا هذه الكلمة يحيي لاحظوا هنا ي بعد حرف الياء الأصلية نأتي بها يحيي يحيي سواء في الوقف أو في الوصل يحيي ويميت أو وقفنا عليها وهو الذي يحيي هذه الياء الثانية نأتي بها مع الكلمة إذن سنقرأ الآيات نركز ونقرأ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون إلى هنا وصلنا إلى ختام داسنا يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن لنقرأ الآيات من المصحف المعلم أو المصحف المرتل استمعوا لهذه الآيات وللآيات التي تتلونها من القرآن الكريم أو الآيات التي تحفظونها أيضا استمعوا لها أولا سماع من المصحف المعلم أو المصحف المرتل لتقرأوا مثل قراءة المصحف المعلم أو المصحف المرتل بالتجويد والترتيلي مع التلاوة تلاوة الآية تلاوة صحيحة دون خطأ وتطبيق أحكام التجويد بتدبر وخشوع إلى أن نلقاكم في الدرس القادم أستبدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته